إلى لغة الضاد يبحر الطلاب الأتراك لا ليتعلم حروفها فحسب وإنما ليغوصوا في أعماق آدابها ويستخرجوا درر الشعر والنثر عشر سنوات ومسابقات اللغة العربية قائمة في تركيا وخصوصا في ثانويات الأئمة والخطباء حتى حققت تلك المسابقات على مدى السنين السابقة تفوقا كبيرا في هذا المنح وعلى أعتاب الدورة العاشرة لمسابقة اللغة العربية أقيم في مدينة اسطنبول مؤتمر صحفي للمنظمين المسابقة بيّنوا فيه استعداداتهم لهذا الحدث المهم مسابقة اللغة العربية هذه السنة في طبعته العاشرة يكون بين مدارس الأئمة والخطباء في تركيا بين المتبسطات والثانويات اشترك في تصفياته 127 ألف طالب يعتبر هذا أكبر حدث في تركيا حول تعليم اللغة العربية سيكون في ثلاث مجالات التصفيات النهائية في أربع خمسة يوم السبت سيأتي أكثر من أربعين مدرسة لتصفيات النهائية هؤلاء أوائل المدارس عدة مجالات يتسابق بها المشاركون تتضمن قواعد اللغة العربية وإلقاء الشعر والتمثيل المسرحي والخط العربي والمناظرات الخطابية وذلك بإشراف ألف شخص من الأكاديميين والفنانين وخبراء اللغة في أكثر من مائة مركز في عموم الولايات التركية نهائيات مسابقة اللغة العربية في عامها العاشر وحفل اختتامها سيجريان في الرابع من شهر أيار باستشارة مؤسسة أكدم اسطنبول لتعليم اللغات والجمعية الأكاديمية للأبحاث اللغوية وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم الوطني في اسطنبول وإدارة مدرسة أمين سراج للآئمة والخطباء الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع هو تحبيب العربية لدى الطلاب الأتراك لكن بالرغم من هذه المشاريع إلا أن هناك مشاكل كثيرة وصعوبات تحترض الطالب التركي كطالب أجنبي في تعلمه للعربية أول مشكل هناك مشكل العميات العربية كما تعرفون هناك عميات كثيرة من المحيط إلى الخليج هناك تباين واختلاف صوتي القائمون على المسابقة بيّنوا أن الهدف منها تمكين اللغة العربية ومد جسور الثقافة بين الأتراك والعرب وتوطيد الأواصر بين الطلاب الذين يمتلكون الطاقة والتوقد والأهم من ذلك تكريم لغة القرآن الكريم وإثبات قابليتها للاستعمال والتجدد والجلوس على عرش الأبجديات